اشتركوا في القناة اليوم راح نتحدث عن واحد من أشهر وأعظم المخرجين في تاريخ السينما الهندية وترك بصمته مع بداية أول فيلم إله برغم أن هذا الفيلم لم يحقق النجاح التجاري ولكن حقق النجاح الفني أنا قاعد أتحدث عن المخرج العظيم سنجي ليلى بنسالي سنجي ليلى بنسالي بدأ حياته في عام 96 مع أول فيلم له وهو الفيلم خاموشي فيلم فني بحث وطبعا من بطولة سلمان خان ونانا باتيكر ولكن للأسف هذا الفيلم لم يحقق نجاح برغم جودة هذا الفيلم ولكن هناك أسباب لأن في هذه الفترة الجمهور الهندي ما يتقبل بشكل كبير جدا على الأفلام الفنية البحتة لو كان هذا الفيلم يعرض الآن لحقق نجاحات ضخمة جدا على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني أولى أفلامه كانت خاموشي واليوم أو في هذه الأيام سنجي ليلى بنسالي أكمل 25 عاما في السينما الهندية يعني نقدر نقول عنه سيلفر جبلي لما فشل في الفيلم الأول تجاريا رح عمل الفيلم الثاني همدل دي تشوكي سنم فيلم طابع تجاري وأيضا فني استخدم أدواته الفنية مع الأدوات التجارية كانت من بطولة أجا ديبغان وسلمان خان أيضا وهذا الفيلم حقق نجاح ضخم جدا وأيضا عرف الجمهور على قدرات أجا ديبغان كممثل فني بارع جدا رح نذكر لكم أيضا الأفلام الأخرى اللي قدمها واللي نجحت نجاح ضخم جدا سواء على المستوى شباك التذاكر وأيضا على المستوى الفني وأيضا هناك أفلام لم تنجح في شباك التذاكر ولكن نجحت على المستوى الفني هذه هي الأفلام شوفوها بشكل سريع جدا والحلو في سنجي ليلة بنسالي أنه هو يركز بشكل كبير جدا على التفاصيل وأيضا هو مبدع وقائد قوي جدا لطاقم العمل وللممثلين لأن معظم أفلامه اللي نحن شفناها الآن حققت جوائز كبيرة جدا ويعتبر هو الأول في تحقيق الجوائز وعدد الجوائز لأفلامه هذه بعض الأفلام وشوفوا التفاصيل شوفوا الأداء الإخراج شوفوا أيضا أداء الممثلين حتى لدرجة هناك لقب لأي ممثل عندما يمثل معه سنجي ليلة بنسالي رح يحقق جائزة وهذا اللي حصل معظم الممثلين اللي يمثلون معاه يحققون جوائز يعني لا ننسى اليوم رانفيرسينغ أصبح هو النجم أيضا الأول وقريب أن يحصل على اللقب السوبرستار بسبب أفلام سنجي ليلة بنسالي آخر ثلاث أفلام ما له حققت إنجازات ونجاحات ضخمة في شباك التذاكر وأيضا على المستوى الفني ولا ننسى أيضا الفيلم المميز والرايع جدا اللي كسر الأرقام من ناحية الجوائز فيلم ديفيد آس مع شاروخان هذه من روايع الأفلام السينما الهندية واللي حقق تقريبا 15 جائزة ولا ننسى أيضا الفيلم مع العملاق السينما الهندية فيلم بلاك أيضا حقق حوالي 12 جائزة لهذا الفيلم وهذه أرقام كبيرة جدا وهذه الفيلمين اللي ذكرتكم ديفا داز وبلاك نجحوا تجاريا ونجحوا فنيا شو يريد المخرج أكثر من جديد؟ بالفعل مخرج مبدع ورايع جدا وأيضا لا ننسى أن هذا المخرج أيضا عنده أذون موسيقية وأيضا يمتاز بأغاني جميلة في أفلامه دائما هناك أغاني رائعة لأنه هو أيضا كمبوزر وأيضا ذويق للأغاني وهذا المخرج أيضا إلى جمهور خاص يعني في بعض الأحيان نحن تعودنا أن البطل له جمهور هذا المخرج له جمهور على المستوى الهند وله جمهور أوفرسيز وهذا قليل جدا من المخرجين يتمتعون بهذه الميزة لأن معظم أفلامها أوفرسيز تحقق إرادات عالية جدا هذا يدل أن هناك ثقة هناك عشق هناك حب لنوعية هذه الأفلام وسلوبه في صناعة الأفلام أصبحت مدرسة بحد ذاتها وأنتوا عارفين كم واحد قلد أنه يوصل إلى مستوى بنوعية الأفلام اللي يعملها ولكن ما قدروا يوصلون ولكن هو كون مدرسة خاصة له سنجيليلا فنسالي ونقول له مبروك عليك بمرور 25 سنة في صناعة الأفلام في البوليوود وأيضاً نحن كلنا ثقة أن هناك إبداع أكثر رح يكون في الأفلام القادمة لا تنسوا أن تعملوا اللايك سبسكرايب جرس وشير وأي كومنس ممكن أيضاً تحطونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر